بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المنسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربكم جميعا بخير النهاردة الحقيقة بناء على تعليق جالي من أخ فاضل على فيديو كنتم بنتكلم فيه على بنشر حدير الباور النبضية فبيقول لي يا ريتي هندسة هأرى لك الرسالة هيت وأعرضها لك على الشاشة جول الله ينور يا هندسة بس ياريت تشرح لنا دايرة الباور في الشاشة الصيني التي تحتوي على ترانزوستر باور وترانزوستر حافز أما اللي حضرتك بتشرحها بينطبك على دايرة الباور التي تحتوي على موسفد وآيسيه مزبزل الحقيقة سؤال محترم من أخ فاضل وعزيز يجب علينا أن نحن نلبي دعوته ونعمله فيديو مخصوص نتكلم فيه عن أساس دايرة الباور النبضية اللي بتحتوي أو في الشاشات الصينية القديمة اللي بتحتوي على ترانزوستر تغطيع وترانزوستر أسولويتر وترانزوستر قيادة اللي بياخد إشارته بالتبعية من الفوتوكابل الحقيقة دايرة الباور المبدأ كل واحد المبدأ كل واحد لكن مع التطور عملي ترانزوستر القيادة أو ترانزوستر الأسولويتر عمل هوملي في آيسي أو دماج هوملي في آيسي يسميناه أو يسمى آيسي النبضة أو آيسي الأسولويتر أو آيسي المزبزل بيطلع نبضاته أو بيطلع النبضة بتاعته أو الإشارة بتاعته بيطلعها للترانزوستر التقطيع أو مصفت التقطيع وبناء علىها بيتم التقطيع من ترانزوستر التقطيع أو المصفت ثم في بعض الأحيان التطور الأحدث دماج لده كله في آيسي واحد اللي هو آيسي الباور دماج للمصفت أو ترانزوستر التقطيع ترانزوستر الباور العمومي التقطيع مع ترانزوستر الاسوليتر مع ترانزوستر القيادة او الكنترول ده مجهوم لي في IC واحد وسمى او اسمه اللي هو IC الباور انما المبدأ كله هو ده الاساس او مبدأ دائرة عمل دائرة الباور هو اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اللي هي اساس تشغيل دائرة الباور خليك معي داشا سي الصيني هنتكلم عن دائرة الباور بتاعته بالتفصيل واحدة واحدة مع بعض عشان تفهم دائرة الباور للاخوة المبتدئين اي دائرة الباور هتتعامل معها هتقدر تفهمها وتفهم نظرية شغلها خليك معايا وتابع الشرح عشان تطلع بنتيجة مفيدة ان شاء الله واللي عايزوا بطلبوا من حضراتكم تسمع الفيديو للاخر عشان ما تاخدش معلومة وبقية المعلومة او تفسير المعلومة او توضيح المعلومة بيتم عبر الفيديو من اول و الاخر لانها يعني معلومات متتابعة مع بعضها بتوضح بعضها كلها وده اللي احنا بنشرحه في الفيديو ممكن الفيديو يزيد عن 10 دقايق يزيد عن 11 دقايق اللي عايز يتعلم شايفر معاك كلام ده اللي في بعض الاخوة بيقول لي انت بتطول في الفيديوهات لا مش هنطول وانا بتكلم بسرعة انا نفسي بتكلم بسرعة عشان الفيديو ما يطولش معك ومش هنتكلم كتير عاجزين الفيديو ما يطولش وهنخش في الشرح وخليك معايا لما تيجي ببص لدايرة الباور عموما خليك معايا لما نقسم دايرة الباور او مراحل دايرة الباور عشان نبقى عارفينها اولا دخول الطيار المتغير اللي هو الـ 220 فولت بيدخلي او بيمر على مرحلة حماية دايرة الحماية دي بتبقى عبارة عن حماية من ايه حماية من سحب طيار زايد اللي هو بيتمثل في الفيوز سحب زيادة جهد او زيادة في الفولت دا بيكون حمايته عن طريق الفيروستر حماية من الترددات او الشوشرة اللي ناتجة اللي جايالي من منبع الطيار نفسه عشان ما تمرش وتدخل على دايرة الباور برضو بيعمل على تصفيتها عن طريق ملف التصفية والفلتر بعد كده بيخش على مرحلة التقويم الابتدائية اللي هي أنطارة التوحيد بينتج من مرحلة التوحيد ديت الذي دخل الطيار المتلدد ده بيطلع من أنطارة التوحيد ديت عبارة عن سلسلة نبضات مجابة وسلسلة نبضات سالبة بتخرج من أنطارة التوحيد من السالب والمجاب بيدخلول على مكسف التنعيم مرحلة التنعيم بقى المكسف التنعيم ده بيعمل على ايه على تثبيت واستقرار الجهد ويحول لي الطيار الدي سي او سلسلة النبضات السالبة او سلسلة النبضات المجابل لخرجلي من انطرط التوحيد بيحولهم لي لطيار مستمر سابت ومستقر بعد كده بيجي لي مرحلة التقطيع مرحلة التقطيع اللي بيقوم بيها عبارة عن موسفت والاسوليتر او المزابزب دول مرحلة التقطيع اللي هم بدورهم بيتم تقطيع الجهد او التلتمية وعشرة اللي تلعولي من المكسف دول للملف اللي ابتدائي في الشوبر عشان ينتج عن ذلك المجال المغناطيسي او الحقل المغناطيسي اللي بدوره الملفات السنوية هتنتج لي جهود الخارج بتاع دائرة الباور بجهود مختلفة حسب الجهاز اللي هي شغالة عليه الجهود اللي بتنتج من الملفات السنوية جهود معينة لكل مرحلة لتشغيل جميع مراحل الجهاز اللي هو اللي دائرة الباور دي شغالة عليه ايا كان بعد كده بتبدأ عملية التقويم السنوية اللي هي عملية التقويم التوحيد النص موجة عن طريق مواحد ويتم تنعمها عن طريق مكسف مرحلة الخارجة خرج وحصل التنعيم لابد يحصل عملية استقرار وتثبيت للجهود الخارجة ديت لان الجهود الخارج دوت نتيجة استعمال الجهاز تعالية صوت توطية صوت اضاءة زوزويد اضاءة تقليل اضاءة بيحصل سحب للطيار هنا من جهود الخارج هنا فلابد من تثبيته عشان يكون طيار مستقر او جهود مستقرة لامان الجهاز اللي هي شغالة عليه عملونا دائرة الفيدباك خدل عينة من الخارج من هنا دخل حلالي على مقارن ثم من المقارن يبعث الاشارة بتاعته للعازل الضوئي اللي هو الفوتوكابلر الفوتوكابلر بالتالي يطلع لي الاشارة بتاعته على الترانزيستر القيادة اللي هو الترانزيستر اللي قبل المزابزب على طول بعد كده بيخشي للاشارة بتاعته من الترانزيستر القيادة ديت على المزابزب ومن المزابزب على المسفت ويتم عملته دي ببساطة مراحل تشغيل دائرة الباور او مكوناتها اللي هنتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي وهنشرحها على الشاسيه نفسه وعلى الدايرة الفنية لدائرة الباور اللي هنتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي وخليك معي اولا يبدأ دخول الطيار المتين وعشرين هنا دخول الطيار المتين وعشرين فولت يبدأ مررا بالفيوز بالفايلوستر بمكسف التنعيم او الترشيح او مرشح الشوشرة مع ملفات الفلترة من الترددات او الشوشرة الترددات العالية الاتية من مصدر الطيار ويبدأ يخشي للمتين وعشرين فولت على انطارة التوحيد عبارة عن اما يكون بريدج او يكون اربع موحدات سيلكون زي ما حضرتك شايف المبدأ كل واحد يبدأ يطلع لي من هنا سلسلة نبضات مجابة وسلسلة نبضات سالبة يبدأ الخشول على السالب والمجاب بتوع مكسف التنعيم الكبير او العمومي وبيكون في حدود متين وعشرين ميكرو ربعمية ربعمية وخمسين فولت بيكون هنا بعد مسلسلة النبضات دية الدي سي دية تخشيلي هنا على المكسف بيتم استقرار الفولت دوت او الطيار دوت المكسف ده بيعمل على استقراره وتثبيته وتحويله الى طيار مستمر سابت بالتالي بيدخل الـ 310 دول على اول ملف الابتدائي هنا ملف الابتدائي هنا الملف التاني او الطرف التاني بتاعه بيدخل لي على كل اكتر والترانزوستور هنا التقطيع ايه اللي بيتم؟ لابد عشان الملف الشوبر الابتدائي ده يشتغل احنا عارفين لازم يخش على الملف او ملفات المحولات لازم يخش على طيار متردد هنا الطيار مستمر عشان يحصل تحفيز للملف دوت عشان ينتج لي حقل مغناطيسة او ينتج عنه حقل مغناطيسة عشان ملفات السنوية تبدأ بدورها تخرج لي الجهوب بتاعتها لابد من تقطيع الطيار المستمر ده اللي هيعمل لي عملية التقطيع الطيار المستمر ده هي دي بقى الاساس النقطة اللي هنتكلم فيها دي اساس عمل اي داير باور نبضي ان الطيار المستمر ده لابد من تقطيعه هنا دور بقى دايرة الباور النبضية او دايرة التقطيع اللي هي بيكون اساس العمل فيها ترانزوستر التقطيع او المسفت و ترانزوستر المزبزب ترانزوستر المزبزب بيدي الاشارة هنا لترانزوستر المسفت او ترانزوستر الباور او ترانزوستر التقطيع بنائاً عليها الاسالي سهلة القديمة من الموزب المبلغ يبدأ الملف يخرج لي ياخد اشارته منين ياخد اشارته من ترانزوستر القيادة او الكنترول هنا اللي بناء عليه بيديله الاشارة للمزابزب والمزابزب ياخد الاشارة بتاعته يكبرها ويطلعها لي هنا لترانزوستر التقطيع او ترانزوستر القيادة هنا خد اشارته منين خدها من الفوتوكابلر بناء على العينة اللي جاياله من خارج دايرة الباور بياخدها ويطلع حالي عبارة عن اشارة بياخدها ترانزوستر القيادة والتحكم بناء على الاشارة اللي جاي هنا اما يزود سرعة التقطيع اما يبطأ سرعة التقطيع حسب السحب اللي موجود على خارج دايرة الباور عشان دايرة الباور تعمل باستقرار وحفاظا على الجهاز اللي هي شغالة عليه دي ببساطة عمل دايرة الباور والفرق بينها وبين الاجهزة اللي هي عبارة عن تلانزوستر اي سي باور واحد او عبارة عن اي سي اسوليتر مع تلانزوستر تقطيع او مصف التقطيع يعني دايرة الباور اساسها تلانزوستر قيادة او تلانزوستر تحكم بياخد اشارته من الفوتوكابلر من اشارة الفوتوكابلر اشارة الفوتوكابلر جاية له من عينة من خارج دايرة الباور وبياخدها وبيطلع الاشارة بناء على الاشارة دي بيتطلع على تلانزوستر القيادة او التحكم هنا تلانزوستر القيادة او التحكم دوا بيطلع اشارته يديها للمزابزب المزابزب بيطلع اشارته يديها للايه لتلانزوستر المسفت او تلانزوستر التقطيع عشان بناء على الاشارة دي بيتم سرعة التقطيع هنا وبناء عليه بينتج الحق المغلطيسي في الملف الابتدائي وينتج الملفات السنوية تنتج الجهوب بتاعت دي ببساطة دايرة الباور في الشاسي الصيني بالتفصيل وببساطة عشان ما نبقى صعبنا الموضوع على الاخوة المبترئين اشكركم والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله وارجو ان اكون قدرت توضح المعلومة للاخ اللي كان بيسأل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله